لا يغلق باب للفساد في العراق إلا ليفتح بعده ألف باب فعلى الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدر للنفط أوبيك ويتلقى عشرات المليارات من الدولارات السنوية من بيع الخام لكن الحكومات في العراق لا تزال عجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان ويظهر ذلك بصورة جلية في كل مرافق الحياة ويتجلى أكثر مع زخات المطر التي تكشف في كل مرة حجم الترد الكبير في الخدمات برغم ما يعلن عنه كل عام عن المليارات التي تصرف للإعمار دون أن تجد لها منفذا إلى أرض الواقع الحديث عن المليارات يجر نائد الحديث عن الموازنة العامة لسنة 2019 والتي أثارت صدمة الكثير من النواب فضلا عن خيبة الأمل المغيرة لسكان المحافظات المنكوبة الذين ما زالوا ينتظرون أن يتم انتشالهم من مستنقع المأساة التي أوقعتهم بها صراعة الأحزاب تدعيات سلبية كبيرة على التنمية في العراق تركها الفساد من بينها مواجهة المستثمرين الأجانب ضغوط كبير على أعمالهم في البلد واهتمام المؤسسات الدولية بحجم الأموال المبددة والمسروقة الذي يجعل العراق تذير القوائم الدولية في مؤشرات الفساد وانعدام الشفافية لا بل أن هيئة النزاه المرتبطة بالبرلمان أقرت بأن العراق فقد بسبب الفساد الحكومي نحو 320 مليار دولار في السنوات الخمسة عشرة الماضية كما تكشف تصريحات العديد من النواب جانبا من عمليات السرقة الممنهجة والهدر الذي يدفع المواطن البسيط ثمنه من حقه الضائع للفساد في العراق حديث ذو شجون فبرغم تفشيه منذ عام 2003 إلا أن العراقين انتظروا طويلا ليعلن عن حملة لمكافحة الفساد في زمن الحكومات السابقة حملة ظلت حبيسة التصريحات الإعلامية ولم تترجم بصورة واقعية بسبب نفوذ الأحزاب وما بات يعرف بالحيتان الكبيرة التي لا يمكن مواجهتها أو لتضارب المصالح بين شركاء النفوذ السياسي والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر